نظام المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية وتثقيفية حول الإشاعات في وسائل الإعلام الوقاية والتحصين والمنهضة وتناولت المحاضرة أنواع الإشاعات ومصادرها بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وتدعيتها في خلق التأثير على الرأي العام وإثارة التساؤلات حول مستقية المعلومات المتداولة اضافت إلى تحريف الحقائق وبينت المحاضرة أن الإشاعات أوجه مختلفة تستخدم لغايات سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف التأثير على فقة المواطن بمؤسساته وكذل التأثير على التماسك الاجتماعي